وهي نضم اللي نهاتفية أن الدكتور أيمن عبد منعي محافظ صواج مساء الخير يا دكتور مساء نور يا فندم أهلا وسلام حضرتك يا أهلا بحضرتك هل حكة بات معنا وإحنا على الهوى التقرير يا فندم أنا عارفة أن حضرتك مشغول بمال أولا يبس قولي لحضرتك المجل الناس دي كانت زرع محاصيل برسيم وقامح دخلوا عليهم عشان تطبيق الصرف المغطة وبهدلولهم كل المحاصيل وكان فيه رغبة منهم وتقدم لحضرتك أنه هما يتم تأجيل تطبيق هذا المشروع حتى يتم جاني المحصول لأنه كده الناس حصلها خراب بيوت أه ده عشان الصرف الصحي بالظبط يا فندم شوف يا فندم وطبعا حضرتك مدركة زي ما كلنا شكين في مصر ويمكن دكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر أسوان قدام سيادة ريس قال أن مصر وصل لنسبة الإنجاز في الصرف من 10% إلى 12% وكان أمل أن نوصل إلى 15% وسيادة ريس عاطي لغاية 2018 النسبة المستهدفة اللي احنا نغطي على الأقل 50% من قرى مصر ده شيء طبيعي الصعيد جزء من الجمهورية بنلاقي صعوبة جدا الحقيقة أن حرك توفري أرض عشان تعملي المحطة وفي مشاريع كانت موجودة عندنا في سهاج بمنح إماراتية وتوقفت ودي ملهاش في خطة الدولة ونعنى عليه احنا الحقيقة سعينا في القرد بتاع البنك الدولي مع دكتورة سحر ناصر ودكتور طارق أبيل وموانس طارق أبيل ووزير التنمية المحلية لغاية لما قدرنا نحصل على هذا القرد 280 مليون دولار بما فيه توطية 11 قرية كاملة كانت المنحة دخلت فيها وتوقفت هناك بعض القرى اللي هي دخلة في خطة الدولة زي ساكلتة كده ساكلتة ما فيهاش أرض الأرض اللي حناخدها في الصوامعة دي على الحدود ما بين أخمين وساكلتة 30 فدان سبب الكلام ده بقاله فترة الحقيقة وسبب تقاعص الأهالي في تسليم الأرض كانت العملية مخصصة لها حوالي 3540 مليون النهاردة حتوصل لحوالي 75 مليون أنا عاوز أهلنا يبصوا أن فيه مصلحة عامة طبعا لما أغطي مدينة ساكلتة وكل مركزها وكمان السوامعة بجزء من أخمين صرف الصحي أنا بمنع مشاكل كتيرة أنا بحضرتك يا فندم ومشكلة الصرف الصحي دي مشكلة في غاية الأهمية وبتواجهنا خاصة في الصعيد لكن اللي إحنا كنا بنتكلم فيه يا فندم إن كان يتم التفاهم مع أهلين الفلاحين دول أن يتم تطبيق هذا بعد جن المحصول أنا مع حضرتك أنا عاوز أقول لحرك ده المفاوضات معهم بقالها يوم أكتر من سنتين من سنتين؟ أه طبعا محصول اللي بيقعد سنتين يعني التفاوض إحنا معاهم ولو هيخلص المحصول ما عندناش مانع إنما ما فيش محصول بيقعد سنتين وأكتر طب أنا عايز أعرف الأراضي اللي هتم تنفيذ المشروعات الصرف دي عليها الأهالي في المقابل هيتعوضوا بإيه؟ لا التعويض ده فن البيت حسب بيبقى فيه لجان بيحسد ثمن الأرض وبياخدوا التعويض بتاعه أسانا عايز أقول لحيك يا دكتور وأكيد حيك عارف ده إن الناس أكل إيشها من الأراضي دي أه طبعا طبعا أنا مقرصة فن دم إحنا معاهم المواطن ياخد حق هو التعويض ومهما أدينا للفلاح تعويض أرضه أرضه طبعا إحنا مقدرين ده بس فيه صالح عام وما فيش مناطق تانية عارف حضرتك أيوة أنا بس يعني بتناقش مع حضرتك في الخيارات المتاحة أنا عارفة إن إحنا أمام خياراتك لهم صعب حضرتك عايز تعمل صرف الصحي لأن حضرتك لو ما عملت الصرف الصحي بالمنافسة هما لا يطلعوا يشتكوا من غياب الصرف الصحي أكيد لكن أنا أعصد المعادلة الإنسانية هنا هنحلها إزاي لأن دي أراضي بغض نظر طبعا المكانة اللي حضرتك عارفها الأراضي في نفوس الفلاحين لكن كمان هي مصدر أكل عيشهم الحقيقة الهيئة القومية الشركة المياة والصرف الصحي ما بتتأخرش في دفع التعويضات وأراضي كتير جدا في دهاج تم دفع التعويضات لأهلها وبدأنا نشتغل في قرى كتير جدا في بحطات مياه وصرف فصدقيني المشكلة ليس في التعويض أساسية أنا عارف إن صعب إن إحنا أرض تعمل صرف ولكن الهيئة على وعارف حضرتك فاندم الشعور تخيل إن حاج تزرع أرض وبدأت تطلع المحصول كده وتشوفه وتلاقي جرارات دخلت طبعا طبعا مشهد قاسي جدا مع حضرتك ما هو قاسي بس المحصول بيخلص أمسا مع ودي مشكلة المحصول بيقعد سنتين وأكتر معناه إن الثينية مش عاوزين يستلمون وفيه ممنعة ولكن أنا معا إن لو فيه أخلص أنا معا إن فيه تعويض يتدفع لهم بالضبط بسرام المواطن طب هل تم الرجوع لحضرتك في القرار ده قبل تنفيذه بهذه الصورة لا إن الحياة كانت الحياة القومية رشت العملية على مقاول والمقاول راحت تلم الأرض ولما حصل كده قلتوله انت بتنينه لما يخلصوا ويتعامل قاعدة ثانية مع أهلنا وانت بيه المصدوبين طيب ده كلام تاني بقى نسمعه من حضرتك دلوقتي يعني حضرتك القرار اللي توصلت ليه؟ إن يتم إيقاف هذه العمليات الآن إلى أن يتم جاني المحاصيل ثم بعد ذلك هتبقى فيه مفاوضات بين حضرتك وبينهم بالتعويضات بين الهيئة القومية طبعا والوحدة اللي خليها يعني إحنا مش معها إنت عارف حضرتك طبعا إحنا ملناش مصلحة إن مواطن يتأثر بالعكس إحنا كلنا جاي نخدم المواطن بس الصالح العام اللي بيخلينا نضطر كده إنما أنا مع التعويض ومع احترام أي زرع اللي هعملها ولكن لما يجزي محصوله وده شيء جي ساعدنا بزعلناه شيء طيب فندم خلال الساعات القادمة يتم التواصل مع علينا دول وصرف التعويضات المناسبة لهم والتفاوض بشأن المرحلة التالية لتطبيق الصرف إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله طيب يا دكتور اسمح لي حضرتك إن احنا نتابع معاك هذا الأمر أنا مدركة الخيارات المحدودة للغاية اللي حضرتك أو يعني كل المسؤولين بيتحركوا فيها يعني نعمل صرف صحي ولا طبعا خيارات صعبة لكن عايزين نحلها بأقل قدر ممكن من الخسائر أوي أوي إن شاء الله هلنبدأ أهلنا طبعا ما هو اللي هيتعملوا الصرف أهلنا والأرض بتاعت أهلنا الوضع صعب جدا ومعاناة الفلاح يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي علم به يعني بيشتغل في وضع صعب طيب يا فندم أنا هنتظر إجراءات حضرتك خلال الساعات القادمة في هذا الأمر وبشكورك الدكتور أيمان عبد منعم محافظ صوحك يمكن البعض يقول لا وإزاي يا جماعة بس يعني احنا عايزين نعالج الموضوعات بأكبر قدر ممكن من العقلانية والتفاهم والموضوعية الصرف الصحي مسألة في غاية الأهمية الأهلنا دول بس في نفس الوقت أنا حط نفسي مكان فلاح بيتم تدمير محصوله بهذه الطريقة انت كأنك بتمسك قلبه جدا وتعصره يعني فيه مشهد صعب لكن عايزين كلنا نتعاون ومشعر يعني فيه أوضاع صعبة أنا بقول حضراتكم إدارة الكثير من المشاكل ليست مسألة سهلة على الإطلاق واللي أحيانا نقول لك لا يا دي سهلة وتتعامل مفيش كده مفيش كده التعامل مع مشاكل الناس مسألة في غاية التعقيد